اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقض عليك إنه لا يذن من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليطين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلهم وارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصنح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصنح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصنح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتولين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم أغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الظنوب ونقهم من الظنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ورحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقيلا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ولضة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك ونسألك الجنة ونسألك الجنة ونعيمها ونعود بك من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك هو الغنيمة من كل بره والسلامة من كل إثم هو الفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا اللهم إنا نعود بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم ردنا بما قضيت لنا وعافنا فيما أبقيت حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من يوم السمو ومن ليلة السمو ومن ساعة السمو ومن صاحب السمو ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك معظم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا واجلا أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مدلين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء والقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير اللهم إنا نعوذ بك من كل شر اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن عمالنا نورا وعن شمالنا نورا برحمتك يرحم الراحمين واجعل من تحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا على نورا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصنح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واخذ الظلما أعز الإسلام والمسلمين اللهم فقا قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فقا قيد أسرانا وأسرى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا مقلب القنوب ثبت قنوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم إلا نعوذ بك من عمل يخزينا ونعوذ بك من صاحب يؤذينا ونعوذ بك من أمل يلهينا ونعوذ بك من فقر ينسينا ونعوذ بك من غنا يطغينا اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان اللهم لك الحمد على كل حال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتحصف فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات العلا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارزقنا حسن النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم يا بديع سماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك يا الله يا رحمن يا رحمن بجلال نور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا يا رب العالمين يا رب العالمين وأن تطلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتينا إياه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من كل سوء اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والأمان في ديارنا اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعل أعماله صالحة وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم من أرادنا اللهم من أرادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوم يا عزيز اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايحنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم عد مسجد الأقصى إلى رحاة المسلمين ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم عليك بأعدائنا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزلهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نعوذ برضاك من صخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي فنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين